هل يكون تشكيل مجلس أعلى للمقاومة في رداع بداية الطريق لتوحيد جبهات المقاومة بشكل كامل؟ في محافظة البيضاء يبدو السؤال سابقاً لأوانه إذ تبدو المحاولة الآن في طور ولادتها الأولى خصوصاً وأنها لم تأتي من داخل المحافظة بل جرى تشكيلها وإعلانها من محافظة مأرب خلال عام ويزيد تخوض مقاومة البيضاء حرباً على مختلف الجبهات مع ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس البخلوع حرب جربت المحافظة طرقاً كثيرة فيها للتخلص من الميليشيا في مقدمتها عدم الاستسلام لسلطة الأمر الواقع التي أرادتها لهم جماعة الحوثي فمن الاعتماد على عملية التسليح الشخصي إلى تدريب الكتائب أيضاً بطريقة تقليدية كما أن واحدة من هذه الطرق تدخلت الحكومة الشرعية فيها ودربت كتائب من اللواء 117 بقيادة قائد المنطقة الثالثة الأهم في كل هذه العمليات هو أن لا تأخذ الميليشيا ولو قسطاً من الهدوء في محافظة تحولت إلى ما يشبه الثقب الأسود فكل ما يذهب إليها من دعم وإسناد للميليشيا لا يعود اتشهد جبهات الزاهر وذي ناعم والحبج وقيفة رداع قتالاً شرساً تكبدت فيها الميليشيا وقوات الرئيس المخلوع خلال أشهر خسائر فادحة في العتاد والأرواح